تضرق كبير في مستوى عمر مرموش في السنوات الماضية حتى وصل إلى أعلى مستوياته هذا الموسم كيف ساعدتم عمر مرموش أن يصل لهذه المرحلة من المستوى العالي؟ من المهم بالنسبة لنا أن يقيم عمر مرموش نفسه ويقيم مستواه وإنجازاته وأنه شخصيا يرى ويقرر أنه لا بد أن يعمل على تحسين مستوى بشكل مستمر أعتقد الجميع اللاحظة مدى تطور عمر مرموش وإمكانياته ونقاط القوة لديه والجودة العالية التي يمتلكها مرموش ولكن في النهاية هو عمل جماعي بين اللاعب والمدرب والمنظومة ويهدف ذلك لتطوير اللاعب بشكل جيد وسريع بطبيعة الحال تقلق عمر مرموش هو يأتي بعد تقلق كبير لفريق بالكامل هو فريق أنتراكت فرانكفورت مشروع محترم جدا في الدول الألماني إيه هو كان أهدفكم في هذا المشروع ووصلتوا لإيه في هذا المشروع وتتمنوا أن تصلوا لإيه في هذا المشروع كما فعلنا في الموسم الماضي والإنجاز الكبير الذي حققناه فدائما هدفنا هو المشاركة والتمثيل الدولي في بطولات أوروبا في الدور الأوروبي أو الدور المؤتمرات وهذا هو هدفنا وكما نعرف أن الدور الألماني دوري قوي والمنافسة فيه قوية جدا والمباريات أيضا صعبة مما يؤدي إلى عدم ضمان تواجدنا دوليا في الدوريات الأوروبية ولكن سيظل هدفنا وأمنياتنا هو تحقيق ذلك دائما كل يوم كل لحظة هناك أنباء كثيرة جدا حول مفاوضات إنجليزية لضم عمر مرموش وعندها إنجليزية كثيرة الصحافة الإنجليزية لا تتحدث الآن سوى عن عمر مرموش عمر مرموش مستمر مع أنتراكت فرانكفورت أفكاركم أن يتم التجديد لعمر مرموش أم سيرحل عمر مرموش في القريب العاجل سواء في الانتقالات الشتوية أو في الانتقالات الصيفية في نهاية المطافة كما رأينا التطور الكبير الذي عليه عمر مرموش وكيف طور نفسه في الوقت الحالي وخاصة هذا الموسم وكيف يحرز ويصنع الأهداف نحن في حديث مستمر مع عمر مرموش ونرى أنه سعيد جدا بالتواجد معنا وباللعب لأينتراكت فرانكفورت وأرى هو سعيد جدا أيضا بالاستمرار معنا ونحن نرى أنه لم يصل حتى الآن لآخر طموحاته ولا أعلى أعلى مستوياته الفنية ونساعده دائما في تحسين مستوى وتطويره وبالتالي نحن أيضا سعداء جدا بتواجده معنا وبناء على ذلك لا نرى أي سبب لانتقال عمر مرموش لأي من الاندية ولا نرى أن وجود أي سبب لأي تكهنات